في يناير الماضي رزقت الفنانة وملكة جمال لبنان السابقة فالري أبو شاكرا بمولودها الثالث واكتفت بنشر مقطع فيديو مؤثر فور الولادة من داخل المستشفى ركزت فيه على استعراض إيديها وهي بتحضن كفوفه الصغيرة إلا إنها قررت تهادي محبيها بأول ظهور لمولودها بمناسبة احتفالات عيد الأم فالري خلعت رداء النجومية وتخلت عن المكياش تماما واختارت طلة بسيطة من داخل بيتها وظهرت في صور عفوية بتجمعها بتوقامها البنات وهي شايلة مولودها الجديد بين أحضنها في الوقت اللي حرست فيه على عدم الكشف عن وجهه وكتبت على الصور كوني والدتكم يعني الحياة فانز فالري تفعلوا مع الصور بشكل كبير عبر تعليقات عبروا فيها عن تأثرهم بعفوية توقامها وتوقعوا إن يكون الولد أكتر شبهاً لولده وطلبوا من ملكة الجمال السابقة الكشف عن وجهه في الظهور الجاي ليه في الوقت اللي دعوا الفالري إنه يديم عليها وعلى أسرتها السعادة والفرح أكتر حاجة لفتت انتباه محبي فالري هو قدرتها على التخلص من أسار الحمل والولادة وخسارة وزنها الزايد واستعادتها لرشقتها في أقل من شهرين فالفنانة اللبنانية رجعت لأنشطتها وحضرت عرض أزياء لويس بيتو ضمن أسبوع الموضة بباريس بطلة أنيقة اخترت لها جيب جينز قصيرة وبلوزة ستان مميزة وأزهلت الكل بعد موجود أي من العلامات المعهودة لما بعد الولادة على معظم أجسام السيدات قصة حب قوية عمرها سنتين عاشتها فالري أبو شأرة مع رجل الأعمال اللبناني زياد عمار اللي تعرفت عليه عن طريق أصدقاء مشتركين وفي إبريل 2019 قرر زياد يطلب إيد حبيبته للجواز بطريقة مبتكرة فحجس قاعة وزينها بالشموع والورود وعلق لها رسالة طويلة أعبر فيها عن مدى حبه ليها وغيرها من تفاصيل رومانسية حالمة وفي يونيو احتفلوا بخطبتهم بشكل عائلي وفي أجواء ملكية احتفلت فالري وزياد بزفافهم في أغسطس 2020 وبمجرد انتشار صور ومقاطع فيديو من الزفاف هجمت قوات الأمن اللبنانية مكان الفرح عشان العروسين ما التزموش بتعليمات التباعد الاجتماعي ومنع إقامة الحفلات لظروف كورونا وده لسرق فرحتهم بس في يوليو 2021 حصل اللي نستاهم أي موقف بايخ تعرضوله وده لما خلفت الفنانة اللبنانية توقن بنات فضلت فالري محافظة الفترة على عدم الكشف عن وشهم بس بعد كده استجابت لطلب محبيها وشركتهم بصور كشفت جمعهم لجمال ملامح أمهم ووسامة والدهم كتير ما يعرفوش إن فالري بدأت تمثل من قبل ما تشارك في مسابقة مالكة جمال لبنان لعام 2015 ففي 2014 شركت في مسلسل عشرة عبيد صغار وكانت ماشية واحدة واحدة في سلم التمثيل بس حصل موقف شخصي صعب في أسرتها وده لما أختها الصغيرة جوستين عملت حدثة قوية كان ممكن تفقد حياتها فيها لولا تدخل العناية الإلهية ووصل الأمر إنها بقت في حالة تشنج ومش أدرى تحرق جسمها تماما أسرة فالري دخلت في حالة حزن واكتئاب شديدة وحياتهم بقت من المستشفى للبيت والعكس ولما بدأ الإعلان عن مسابقة مالكة جمال لبنان مامتها وباباها وأختها التالتة ميليسا فكروا في حيلة تخرج جوستين وأسرتهم كلها من الوضع المأساوي ده وهي إن فالري تشارك في المسابقة وفي الوقت اللقب مالكة الجمال عمره مكان هدف أو حتى حلم من أحلام فالري وافقت على أمل إنها ترسم البسمة على وش أختها كل مراحل المسابقة عدتها فالري بنجاح وفي لحظة إعلان فوزها بلقب مالكة جمال لبنان لسنة 2015 انهارت ملعيات وحتى بعد التتويج فضل تأثرها بحدثة أختها محاوتها فعشان هي مالكة جمال لازم يكون لها مشروع إنساني فقرار التأسس جمعية سمتها جاست كير لتقديم الدعم المادي والمعنوي للأسر اللي بيتعرض أحد أفردها لحوادث